كما هو الحال في جميع القرارات الحكومية في العراق التي يشوبها التخبط وعدم الدراية كان قرار وزارة التربية الحالية المفاجئ والخاص بالإعلان عن تحديد موعد امتحانات نصف السنة ونهاية الفصل الأول للمرحلتين الابتدائية والثانوية حضوريا يوم السبت المقبل المصادف العشرين من آذار الحالي على أن تنتهي امتحانات المرحلة الابتدائية يوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من الشهر نفسه أما امتحانات الدراسة الثانوية تنتهي في يوم الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من الشهر الحالي إصدار القرار جاء بالتزامن مع اعتراف وزارة التربية على لسان المتحدث باسمها حيدر فاروق السعدون بأن عدد الإصابات المسجلة بذيروس كورونا بين الطلبة والكوادر التدريسية والتعليمية بلغ أحد عشر ألفا مبينا في الوقت نفسه وفي تصريحات متناقضة أنه لا يمكن دمج الامتحانات الفصلية مع امتحانات نصف السنة واحتسابها درجة نهائية للسنة الدراسية الحالية مشيرا إلى أن امتحانات الفصل الأول شيء ونصف السنة شيء آخر طلبة ذيقار وواسط وبقية المحافظات أكدوا رفضهم المطلق لهذا القرار واصفين إياه بالمجحف كما أكدوا أنه جاء مخالفا لقانون الدولة الخاص بالامتحانات والصادر عام 1987 والذي يلزم وزارة التربية بالإعلان عن موعد الامتحانات قبل مدة لا تقل عن 14 يوما من بدئها إذن سيجري طلبة العراق امتحاناتهم في ظل ظروف غير مهيئة لأدائها لأسباب عدة ربما أهمها الفشل الحكومي في التعامل مع عزمة فيروس كورونا مما يعني عدم توفر الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنيب الطلبة خطر الإصابة بالفيروس ناهيك عن ترد المنظومة التعليمية في العراق المنهارة أصلا منذ عام 2003